في توقيت زمني ترافق مع دخول العراق معترك المنافسة السياسية وارتفاع حدة الأزمة التي تواجهها البلاد في صناعة بيتها السياسية الجديد تعلن المحكمة الاتحادية قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد المتعلقة به من دستوريا 2005 القرار الذي أشعل سيلا من التساولات حول ما هي تطبيق القرار وهل سيفتح بابا على ارتفاع مؤشر الخلاف بين بغداد وأربيل أم أنه يصب في صالح البلاد العام من خلال السعي إلى ضبط موازن بيع النفط والغاز وفي المجمل العام فإن القرار الذي شمل تسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي أشرفت عليها وزارة الضروات الطبيعية في حكومة الإقليم يلزم إلغاء العرف المعهود منذ عام 2007 وحتى اليوم لكن خبراء الاقتصاد رأوا أن آلية التطبيق قد لا تكون سهلة في حال كان هناك رفض أو اختلاف على مبدأ التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة كردستان مع أطرف خارجية من دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه حيث أن القرار شمل بطلن هذه التعاقدات والتي ترى بغداد أن القرارات جاءت لأجل تفعيل الرقبة المالية من خلال مراجعة العقود المبرمة مع حكومة الإقليم مع ضمان تحديد حسة الإقليم من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن إصال حقوق مواطني محافظات كردستان من الموازنة الاتحادية وعدم تأخيرها ملف عالق منذ زمن قد يفتح قرار المحكم بابا لحل جذري له أو استمرار الخلاف عليه في حال عدم تطبيقه على أرض الواقع